بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين هذه الآيات الكريمات كانت هي المرحلة الأخيرة من مراحل تحريم الخمر في دين الله تبارك وتعالى وذلك أن من أعظم مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أن يهيي الناس لكي يدخلوا جنة ربهم وقد أغبر صلى الله عليه وسلم أنه لن تدخل الجنة إلا نفس طيبة فينبغي أن يهيي الناس إذا أرادوا جنة الله عز وجل أن يكونوا طيبين في قلوبهم طيبين في أبدانهم طيبين في أخلاقهم طيبين في معاملتهم فجاء صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب وهو التوحيد وطيب الأبدان وهو نهيها عن المحرمات الحسية والمعنوية فلا يأكلون أموالهم بينهم بالباطر ولا يأكلون أموال اليتيم ولا يأكلون الخبيث والنجس وطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخلاق التي جعل من أهم مقاصد بعثته أن يتممها قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فكان مما ينبغي أن يتم به الشرع أن ينهى عن كل خبيث ومنه الخمر والتي كانت متأصلة في نفوس الخلق أجمعين لا يكادون ينفطمون عنها ولذلك كان من أول ما وردت الإشارة إليه من أنها سوف تحرم أن الله تبارك وتعالى جعلها في مقابلة الرزق الحسن فقال ومن جنات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا فعلم أنها ليست من الرزق الحسن وكانت هذه من أول ما أشار الله تبارك وتعالى به إلى أن هذه الخمر سوف تحرم ولو أن هذه الآية كانت جاءت في آخر الإسلام لكانت في حد ذاتها كفيلة بتحريم الخمر بعدما تمت شريعته وعدما علمنا من القواعد الشرعية أن كل طيب مباح وأن كل خبيث حرام ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو من هو فهما عن دين الله تبارك وتعالى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه عز وجل أن ينزل في الخمر قولا شافية إلا أن الله تبارك وتعالى رحمة بعباده في تلك المرحلة الأولى من مراحل بناء هذه الدعوة فأنذر الله تبارك وتعالى ما يؤكد خبث تلك الخمر فقال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعيهما وكما ذكرنا يرى بعض أهل العلم أن هذه الآية فيها تحريم الخمر ولكنها هي كذلك بالنسبة لنا بعد أن تم التشريع وبعد أن عرفنا قواعده ولكنها في تلك المرحلة وقبل أن تنزل عليهم القواعد الجامعة التي تبين لهم أن مجرد خبث الشيء كاف في تحريمه لم تكن تحريما قاطعا وإنما كانت مجرد إرشاد وبيان إلى أنها سوف تحرم ولذا لما قرأت هذه الآية على عمر رضي الله عنه قال اللهم بيّن لنا في الخمر قولا شافية ولكن الله تبارك وتعالى أجل هذا الأمر فترة إلى أن يرى الناس بأعينهم أن هذا القدر ليس كافيا في منع هذه المفاسد التي في ذلك حتى كان ما كان من أنه قد حدث بين جماعة من خيارهم أن شربوا وسكروا فحصل بينهم نوع من الهرج فأنزل الله تبارك وتعالى ما يلي ذلك من ثم حدث أن سكر جماعة منهم فصل بهم أحدهم فخلط في قراءته فأنزل الله تبارك وتعالى نهيا آخر وليس هو النهي النهائي الجازم فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون فكان هذا أيضا إشارة أخرى إلى أن السكر أمر سيء وإلى أنه يمنع الإنسان من تمام صلاته وغيرها وثم إنهم امتنعوا عن السكر قبيل وقت الصلاة وكان هذا ربما لا يتسنى لهم أن يتناولوا الخمر إلا في آخر الليل حيث أن الصلوات الخمس متتالية في الزمان لا يفصل واحدة عن الأخرى مقدارا كبيرا يكفي لأن يشرب الإنسان أو يسكر ولكنها إنما يكون الفترة الطويلة فيما بين العشاء إلى الفجر فكان هذا نوع من تعويدهم على الامتناع عن ذلك الأمر وقد كان منهم ذلك إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى القول الفصل في تحريم الخمر في هذه الآيات بل نذل الأمر باجتنابه وهو أعظم من مجرد تحريمه وهذا إنما يأتي في المحرمات العظيمة التي يعظم ضرارها فيأتي الأمر بعدم قربها أو باجتنابها مما يشمل تركها وترك الأسباب المؤدية والموصلة إليها فكان هذا هو ما استقر عليه التشريع من تحريم تلك الخمر ثم إنها إنما نزلت تلك الآيات بعدما استقر في نفوس الناس تماما قبح الشرك وخطره ولذلك لما أرد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم أنها خبيثة وكما ذكرنا إنما بعثا صلى الله عليه وسلم لكي يطيب الناس في كل شؤونهم فلما طابت قلوبهم بتوحيد الله تبارك وتعالى ولما استقر عندهم خبث الشرك أيما خبث فلما أرد الله تبارك وتعالى أن يقلع من قلوبهم حبهم لتلك الخمر وتمسكهم بها وإنما شبه رجسها ونجاستها بالأصنام والأنصاب وغيرها مما كان يعملونه في جاهليتهم مما علموا جزما أنه أمر خبيث وإن كان خبثه خبثا معنويا وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين خبث الخمر خبثا حسيا ولكنه شبهه بأعظم أنواع الخبث والرجس المعنوي فيما استقر عند جميع المؤمنين من خبث هذا الشرك فبين لهم أن خبث الخمر وخبث الميسر هو أيضا من نفس ذلك الخبث الذي يريد به الشيطان أن يضل الإنسان عن أن يعبد الله تبارك وتعالى وأن يضله عن الطيب الذي به يصل إلى جنة الله تبارك وتعالى ثم بيّن الله عز وجل العلة في هذا مع أنه كان في أول الأمر الإشارة إلى الخبث ويكفي هذا كبيان مجمل إلى أن الخمر والميسر من الخبث بمكان بحيث يجب أن ينهى عنه عنهما المؤمنون ولكنه عز وجل بيّن ما هو أكثر من ذلك شيئا من الخبث الاجتماعي الذي يضر بناء المجتمع المسلم وهذا من أهم ما ينبغي أن ينتبه إليه إلى أن الضرر الذي ينهى عنه دين الله تبارك وتعالى وكل ما يضر الفرض أو يضر المجتمع لأن دين الله تبارك وتعالى إنما أراد إقامة الفرض المسلم وإقامة المجتمع المسلم فبين الله تبارك وتعالى أن الشيطان يفتثمر الخمر والميسر في أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس وهذا أمر مشاهد مجرب ولأن العقل هو الذي يحكم صاحبه ولذا قيل منه الحكمة وقيل منه الحكمة التي تحكم صاحبها وتمنعه وتسجره وأما الخمر فإنما يغيب بها العقل فإذا غاب بها العقل طاش الإنسان وفعل ما يفعله السفهاء فيكون في أثناء ذلك الطيش يأتي ما يأتي من أنواع السب وأنواع القضف وأنواع ما يفسد به نفسه ويجعل نفسه بأنزلة الحيوانات بل يجعل نفسه أدنى منها ومن يشاهد حال من أخذ منه السكرى مأخذه وبلغ عنده مبلغة يرى ذلك واضحا جليا في تصرفاته فمنهم من يهين نفسه ومنهم من يسب نفسه ومنهم من يدنس نفسه بأنواع البول والغائط ومنهم وأقل أحواله أن يهذي فيسب ويشتم أصحابه وندماءه الذين يطعطون معه هذه الخمر إلى آخر ذلك مما ينبغي أن يتنزه عنه العقلاء ومما تأتي آثاره بعد ذلك في أن ينشأ من هذا أنواع من العداوة بين هؤلاء الندماء وربما حدث قتل وربما حدث أذى وربما حدث قذف فبين الله تبارك وتعالى أن الخمر تضر الفرض وتضر المجتمع تضر الفرض في أنها تصده عن ذكر الله وعن الصلاة وهذا من أبلغ ضررها على العد أن تمنعه عن أسباب حياته وعن أسباب نجاته أن تمنعه من أن يتصل بربه عز وجل وأن يرفع حاجته إلى الله تبارك وتعالى وكل الأعمال التي يمكن أن يعملها الإنسان قد تصد عن ذكر الله وعن الصلاة صدا جزئيا والعبد المؤمن يستطيع وهو في عمله وهو في تجارته وهو في سوقه أن يستحضر ذكر الله بلسانه أو بقلبه على أقل الأحوال وأنه إذا ألم به شيء تذكر الله تبارك وتعالى وأما الخمر فهي التي تغيب الأنسان تماما عن ذكر الله تبارك وتعالى وإذا عطاها في أوقات النهار فإنها قد تصده عن الصلاة أيضا إذ قد يبقى السكر معه إلى أن يأتي وقت الصلاة وهو لا يدري شيئا فلذا بيّن الله تبارك وتعالى أنها تضر الفرض في دينه أيما ضرر حينما تصده عن ذكر الله وعن الصلاة وأنها تضر المجتمع ضررا بالغا حينما توقع العداوة والبغضاء بين أتباعه ثم إن الله تبارك وتعالى لما علم من تعصلي هذه العادة في نفوس الخلق تهدد كل من تسول له نفسه أن لا يلتزم بشرع الله تبارك وتعالى وأن لا يستقيم على شرع الله عز وجل فأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحذرهم من مخالفة أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ما على الرسول إلا البلاغ أي أنه من عصى فإنما يكون عقابه عند الله تبارك وتعالى بأنواع العقوبات الدنيوية والأخروية وهذا إنما يكون تهديدا لزجر النفوس الضعيفة التي ربما تسول لها نفسها أن تخالف أمر الله تبارك وتعالى ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة التي نزل عليهم ذلك التحريم كانوا قد بلغوا من إيمانهم بالله تبارك وتعالى ومن استجابتهم لشرع الله عز وجل كانوا قد بلغوا من ذلك مبلغا عظيما من التقوى تجعلهم ينخلعون عن هذه وعن أمثال أمثالها من الأمور الأخرى ولذلك كان منهم من الآيات العجيبة التي تبين كيف يصنع الإيمان بالقلوب وكيف يحركها وكيف يجعلها تترك محابها إلى محاب الله تبارك وتعالى هذا أنس رضي الله عنه يسقي يسقي أبا طلح رضي الله عنه وظيفه خمرا ويسمعون مناديا ينادي في طرقات المدينة فيقولون لأنس رضي الله عنه انظر لطرى لنا الأمر فخرج فعاد إليهم يقول هذا منادي ينادي أنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم الخمر قرآن فيقول أبو طلح رضي الله عنه لأنس رضي الله عنه خذ هذه الزقاق فأرقها هكذا في لحظة واحدة ينزل تحريم الخمر وهي متعصلة في عاداتهم ولكن في لحظة واحدة يضحون بها وفيها ما فيها من الشهوات وفيها ما فيها من الأموال فقد كان العرب يعطقون الخمر فيشترون زقاق الخمر لكي تعطق لأنها كلما قدمت كلما كانت أفضل عند شاربيها فكان يكون عندهم من أنواع الخمر المعتقة في بيوتهم مما ينفق فيها أموالا كثيرة ولكنها لما نزل التحريم من عند الله تبارك وتعالى كان هذا المصارع إلى أمر الله تبارك وتعالى هذه هي حال المجتمع المسلم يوم نزل عليه ذلك التحريم حتى قال قائلهم لما نزل تحريم الخمر جرت شوارع المدينة أنهارا من الخمر كل سارع إلى إراقة هذا الأمر الذي كانت فيه نفائس أموالهم حتى يستجيبوا لأمر الله تبارك وتعالى وانظر إلى هذا المجتمع المسلم الذي بالفعل كان قد بلغ درجة من المحبة والترابط والتماسك إلى الدرجة إلى أن ينشغل المسلمون لا بشهواتهم التي أخذت منهم ولا بأموالهم التي أريقت وإنما ينشغلون بإخوان لهم ماتوا قبل تحريم الخمر فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون له إخوان لنا ماتوا وهم يشربون الخمر فأنزل الله عز وجل في حقهم قرآن ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا فيما طعموا يوم أن كان مباحا لهم لأنهم لم يكونوا أنذاك حرام عليهم وقال لهم صلى الله عليه وسلم إنه لو حرم عليهم لاجتنبوه فشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فسكنت نفوس المؤمنين بشأن إخوانهم الذين ماتوا وهم يشربون الخمر وهذا موقف قد تكرر من هذا المجتمع الفاضل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه من مجتمع كان يبلغ مبلغا شديدا في الهمجية والتناحل والتقاتل فأذه مجتمع متآلف متراحم بفضل الله تبارك وتعالى لما نزل تحويل القبلة أتوا يشكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألون عن حال إخوانهم الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس وهل صلاتهم مقبولة أم لا وهاهم هنا ينزل تحريم الخمر فينزعجون من شأن إخوان لهم لم يدركوا ذلك التشريع وظلوا طوال عمرهم يشربون الخمر فهم يعلمون أنهم تابوا وأقلعوا وانتهوا فإذا تابوا وأقلعوا وانتهوا فقد رحمهم فإن هذا جدير بأن يتوب الله عز وجل عليهم ولكنهم سألوا عن إخوان لهم كانوا يشربون الخمر فطمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم كل أراق الخمر التي عنده لم يبالي بضياع شهوة ولم يبالي بضياع مال ولكن الذي جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان راجل عنده خمر لأيتام أراق الخمر التي تخصه لم يبالي بثمنها ولا بالأموال التي دفعت لتعطيقها وإنما جاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خمر لأيتام اشترى بأموال أيتام عنده خمر لكي يبيعها في موطن آخر عندما يغلو ثمنها من أجل عطقها وهداه تفكيره إلى أنه يمكن أن يحولها عن حالتها لم يضر بباله أبدا أنه يمكن أن يبيعها لأنه مستقر عندهم أن الدل على خير كفاعله وأن الوسائل لها أحكام المقاصد فلما استقر عندهم ذلك لم يدر بخلدهم أن يبيعوا الخمر لغيرهم ليسكروا بها وإنما كان هذا الذي هده تفكيره إليه إلى أن يخلل تلك الخمر إلى أن يصنع منها خل وهذا معروف عند أهل الصناعة أنه يمكن أن تعامل الخمر بطريقة أو أخرى فتتحول إلى خل فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهذا مما يدل على تغليف الشرع في أمر تحريم الخمر لأن وجودها فتنة فلا يؤمن أن توجد ولا يؤمن أن تتداول في أسواق المسلمين ولا أن تباع ولا أن تشترى ولذا كان الصحيح أنه لا يجز بيع الخمر ولا شراؤها وإن كان لغير غرض الشرب وكثير من الناس يسألون عن أحكام بيع الكحل لغير أغراض الشرب والكحل هو الخمر المركزة فهي أشد أنواع الخمر تركيزا أما عصير العنب والطمر وغيرها مما يصنع منه الخمر فإنما يعالج معالجة ما لكي يتكون كحل بداخله فيصير ذلك العصير الذي تخمر وصار خمرا عبارة عن عصير يحتوي شيئا من الماء وشيئا من سائر المواد الغزائية ونسبة من الكحل فيصير خمرا من أجل هذا ومن هذا يعلم أن الكحل هو الخمر المركزة بنسبة مئة بالمئة ومن ثم فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولو لغير غرض الشرب ذلك لأنها متى تدولت في الأسواق كانت منكرا مستعلنا به وأنت لا تعلم من الذي يشتريها لأجل ذات ومن الذي يشتريها لأجل ذاك لذا بالغ الشرع في تحريم بيع وشراء هذه الأمور المحرمة حتى وإن كان لها غرض مباح وكما سئل صلى الله عليه وسلم عن دهن الميتة يستصبح بها ويدهن بها السفن قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه سألوه عن دهن الميتة يستعملونه كطلاء أو كوقود فلم يقل لهم أنه لا يجوز أن يستعمل كوقود ولا أن يستعمل كطلاء في سفينة من جدارها الخارجي لن تضر نجاسته من يستعملها ولكنه نهاهم عن بيعه حتى لا يتداول في أسواق المسلمين أنواعا من المحرمات فإذا ما جئت تنهى عن بيعه وشراء تلك المحرمات قيل إنما تباع وتشترى لأغراض أخرى غير الذي حرمت من أجله فالمحرم في الخمر شربها ولكنه يحرم أيضا بيعها مع أن البيع قد يراد لأمر آخر والمحرم في الميتة أكلها مع أنه يحرم بيعها مع أنه قد تباع من أجل استعمال آخر وإنما من كانت عنده ميتة وفيها شيء مما ينتفع به فإما أن ينتفع به هو وإما أن يهديه لغيره من غير بيع حتى لا تكون أسواق المسلمين محلا لبيع ما يحرم وكذا في شأن الخمر إن كانت بعض الصناعات يتولد منها بغير قصد نوعا من الكحل أو من غيره فلا يجوز بيعه ولا تداوله في الأسواق وإنما يجوز أن يوهب لمن يستعمله كوقود أو يستعمله كغيره من أنواع الاستعمالات وهذا مما يعرف في دين الله تبارك وتعالى بسد الزرائع قد يرى البعض أنه طالما وجد استعمال مباح فلما لا يباح البيع يقال لسد الذريع المؤدية إلى أنه متى تدوه إلى ذلك الشيء بين الناس فإنه قد يشرب دون منكير وقد يعين من يريد شربه أو من يريد أكل المحرم وهكذا نزل ذلك التحريم من عند الله تبارك وتعالى فرأينا المبادرة إلى الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى لم يتردد أحد اللهم إلا من تردد في مال أيتام تحت يده لأنه يمكن أن يأخذ بالأحوط في حق نفسه فبدلا من أن يسأل وأن يتردد وأن يتلكأ فإنه أراقى ما يملكه هو وأما إذا كان الأمر يتعلق بمال الغير فإنه ذهب يسأل لعله يجد في ذلك مخرجا ومنهم من همه أمر إخوانه من الذين قضوا نحبهم قبل أن ينزل عليهم التحريم ماذا فيكون شأنهم عند الله تبارك وتعالى وكيف سيعاملهم الله عز وجل هكذا كانت هذه صورة المجتمع المسلم الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي ينبغي أن تربى عليه أجيال المسلمين جميعا من تعظيم أمر الله تبارك وتعالى والاستجابة لأمر الله عز وجل وتعظيم ما نهى الله عز وجل عنه ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هكذا كانت هذه المرحلة الخاتمة التي نزل بها تحريم الخمر إلا أنه كما نعلم دائما أن القرآن يأتي بأصول الأحكام في أبواب العبادات وأبواب المعاملات وغيرها ثم تأتي السنة شارحة وموضحة والسنة منها ما يكون قولا مبتدأا منه صلى الله عليه وسلم ومنه ما يكون إجابة سؤال ومنه ما يكون فعلا ومنه ما يكون تقريرا ولذا فقد وجدنا أن هذه الآيات رغم أنها آيات بينات في شأن تحريم الخمر وفي شأن ذكر مضارها التي من أجلها حرمها الله تبارك وتعالى فإنه قد جاءت السنة بمزيد توضيح وتأكيد كما جاءت السنة هاهنا بتحريم بيع الخمر وبتحريم تخليلها حتى ولو لتحويلها إلى صورة أخرى ثم جاءت السنة بالمبالغة في تحريم الخمر في قوله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرا فبين صلى الله عليه وسلم أن كل ما يتعلق بالإعانة على هذا المنكر ملعون لعن عينها وشاربها وهذا أمر معلوم بادي لكل ذي نظر أنها طالما كانت محرمة فهي ملعونة عينا وشاربها ملعون إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فوق هذا عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها فبين أنه يحرم كل من يعين على هذا المنكر بأي صورة من صور الإعانة وهذا مما تأتي السنة لتأكيده مع أنه داخل في القواعد العامة من التعاون على البر والطقوى كما قال تبارك تعالى وتعاونوا على البر والطقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولكنه إنما خصر خمر بالذكر لأن الناس قد يتساهلون بها وقد يتساهلون بإعداد المراحل الأولى منها كأن يعمل بعضهم في مرحلة العصر وهي قد تراد للعصير التازجي غير المختمر ولكن فلذلك جاءت السنة بتأكيد ذلك وتوضيحه حتى يكون ذلك واضحا لكل أحد ثم جاءت السنة أيضا ببيان أن حتى لا يلتبس الأمر على أحد فيسأل ما هي الخمر التي حرمها الله تبارك وتعالى وذلك أن الخمر كانت في معظم الأزمنة إنما تتخذ ابتداء من عصير العنب فإذا محتاجوا ووجدوا قلة في عصير العنب فيستخدمون غيره من أنواع المشروبات المستخلصة من النباتات التي يسرع إليها الإسكار ويمكن أن يتكون فيها كحلا ذاتيا عن طريق الغليان أو عن طريق التعريض للجو أو غير ذلك فكانوا يصنعون الخمر من التمر ومن غيره من أنواع النباتات فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم القاعدة الجامعة في تعريف الخمر فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا معلوم أن الشرع نزل بلغة العرب وخاطب الناس بلغة العرب فإذا ما أردنا أن نفهم معنى شيئا من كلام الله عز وجل ننظر في كلام العرب وقت نزول القرآن بيد أنه إذا كان هناك أمر ما كان المراد منه أعمق مما هو موجود في لغة العرب أو أخص مما هو موجود في لغة العرب أو مغاير لما يقوله العرب بصورة أو بأخرى يأتي التعريف في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه الخمر فإن الشرع من باب التأكيد في سد الزرائع في هذا الباب لم يترك لنا أن نرجع إلى تعريف الخمر في لغة العرب لأننا إن رجعنا إلى تعريفها في لغة العرب وقد وقع من بعض أهل العلم ذلك فعلا من أنهم لما راجعوا إلى تعريفها في لغة العرب ظنوا أنها تقتصر على شراب العنب وإنما هي في لغة العرب على الصحيح هي ما خامر العقل أي ما غط العقل فهي موافقة للتفسير النبوي بيد أن التفسير النبوي جاء ليكون تفسيرا حاسما قاطعا نهائيا يقطع السبيل أمام أي أحد من الرجوع إلى لغة العرب ولا إلى غيرها كل مسكر خمر وكل خمر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام كانت هذه القواعد الصرعية النبوية حاسمة في هذا الباب في أن اسم الخمر ينطبق على كل مسكر وأن التحريم يبدأ من أول قطرة شرب وأنه لا يقال أن الخمر إذا حرمت لأنها مسكرة فإذا وجد قدر يسير غير مسكر من الخمر فلا بأس بشربه لا بل جاء التشريع بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام وهذا مما امتاز به دين الله تبارك وتعالى عن الأديان المحرفة المبدلة فإن كان عندهم تحريم الخمر إلا أنهم إنما يحرمون القدر المسكر منها ولا يحرمون شربها ابتداء وهذا مما يؤدي إلى التساهل بها بيد أن اليهود بالإضافة إلى ذلك قد كذبوا على أنبياء الله تبارك وتعالى ونسبوا إليهم السكر البين وذلك أنهم لا يرون عصمة الأنبياء بل تعمدوا الكذب عليهم لكي يظهر الأنبياء أنهم كغيرهم يسكرون ويزنون ويتآمرون ويحتالون وغير ذلك مما هو موجود في كتبهم فنسبوا إلى نوح عليه السلام السكر البين بل لم يكفيهم أن نسبوا إليه أنه سكر سكرا بينا حتى وصفوا لنا حالا زعموها عنه أنه بعد سكره تجرد من سيابه وتعرى وإلى غير ذلك من الأكاذيب ونسبوا إلى لوط عليه السلام أنه سكر وزنى بابنتيه إلى غير ذلك من أنواع الكذب على أنبياء الله تبارك وتعالى مما هو ليس بغريب على اليهود الذين تعمدوا الكذب على الأنبياء ليبرروا واقعهم المنحرف فلم يبقى لأمر تحريم الخمر عندهم صدا في النفوس وهم ينسبون إلى أعظم الخلق وأكرمهم عند الله تبارك وتعالى أنهم تعمدوا السكر بأنهم شربوا وسكروا حتى الثمالة وأنه قد وقع منهم في ذلك السكر إما التجرد والتعري وإما الزنا بالمحارم والعياذ بالله وهذا كله مما ينزه عنه أنبياء الله تبارك وتعالى ومما نعلم يقينا أنهم كذبوه على أنبياء الله جاء دين الله تبارك وتعالى ليسد الثغرة النهائية في هذا الباب وليبين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن ما أذكر كثيره فقليله حرام لطبق تلك هي القاعدة الحاسمة في هذا الباب ثم إنه فوق هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن أنواع من النبيذ وهذا مما وقع مما اشتبه على بعض من أظلمت قلوبهم ومن يحاول أن يتصيد في دين الله تبارك وتعالى مخالفة ليكون الأمر كما لو كان أن دين الإسلام فيه نفس العور الموجود في أديانهم فقالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وإن كان القرآن قد نهى عن الخمر إلا أن نبيكم أذن في أنواع من الأنبذة وهؤلاء لا يعلمون أن النبيذ في لغة العربي وكما جاءت السنة شارحة موضحة تماما ماذا يعنى بالنبيذ هو الماء الذي ينبذ فيه شيء من الثمر وهذا ليس من الخمر في شيء وإن كان مما تسمى به الخمر أنها تسمى نبيذا لأن كما يتحول العصير إلى خمر فإن ذلك النبيذ وإن لم يكن عصيرا فإنه قد يتحول إلى خمر وذلك أن العرب كان ماءها فيه نوع من الملوحة لأنه من الآبار الجوفية فكانوا ينبذون فيه من أنواع الزبيب أو أنواع الطمر ليحلو طعمه وهذا مما لا يضر في عقل آخر من العقلاء وفيما لا يمكن أن يحرمه الله تبارك وتعالى على عبادي فهو من جملة الطيبات من الرزق ولكن العرب وحيث أنهم كانوا يحبون شرب الخمر فقد كانوا يتعمدون أن ينبذوا الثمر في الآنية لكي يحلو الماء ثم يتركونه بضعة أيام فيتحول إلى أن يكون فيه شيء من السكر وهو أشبه بما يطعط في زماننا بما يسمى بالبيرة أو غيرها أن يتحول إلى أن يكون نوع من الخمر المخففة وهو كما ذكرنا في شرع الله تبارك وتعالى لا فرق بين خمر مخففة وخمر مركزة ما أسكر كثيره فقليله حرام فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يبين لهم أنه إن كان سينبذون الثمر في الماء فلينبذوا نبيذا لا يتعمد به الإسكار ولا يظن به أن يبلغ الإسكار أصلا فنهاهم أن ينبذوا أن يشربوا من نبيذ قد نبذ لأكثر من يوم ونهاهم أن ينبذوا نوعين ثمر في وقت واحد لأن هذا مما يسارع بالإسكار ونهاهم أن ينبذوا الماء في الآنية المصنوعة من الأشياء العضوية كجزوع النخل لأن هذا مما يسارع بالإسكار فهذا يدل على أن النبيذ الذي جاء إباحته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الماء الذي ينبذ فيه بعض الثمر وأن هذا إنما ليحلو به الماء وأن كل هذه الأنواع من المحاذير إنما وضعت لكي يحتاط أن لا يتحول ذلك النبيذ إلى نوع من النبيذ المسكر بأن يتعمد إطالة فترته أو أن يضع في إناء من الآنية المصنوعة من جزوع النخل أو ما شابهها مما يسارع بالإسكار فلما استقر عند الناس حرمة الخمر ولما امتنعوا عن الخمر بفضل الله تبارك وتعالى لم يكن هناك داع لأن يظل هذا الحظر على أنواع من الآنية وهم يحتجونها كالآنية المصنوعة من جزوع النخل وغيرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت نهيتكم عن الأنبذة ألا فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا فجعل في نهاية الأمر أن الإذن بنبذ الثمر في الماء بأي صورة كانت طالما أن الناس قد تركوا شرب المسكر وقد علموا الحد بين المسكر وبين غيره فامتنعوا عن هذا المسكر فهذا هو النبيذ الذي جاءت السنة بمنع معظم أنواعه أولا حتى يتربى الناس على ترك المسكر وحتى لا يحدث نوع اختلاط في المرحلة الأولى من مراحل تشريع تحريم الخمر ثم لما استقر الأمر في نهايته ولأن دين الله تبارك وتعالى أنزله الله عز وجل لكي يكون هو الدين الذي يتعبد الناس به لله تبارك وتعالى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فكان ولابد قبل أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين أنواع التشريعات التي إنما شرعت لظروف استثنائية ويعيد الأمر إلى التشريع الذي يكون فيه المصلحة الدائمة في كل زمان ومكان فلم يكن هناك معنى لاستمرار ذلك الحظ على هذه الأنواع من الأنبذة طالما أنه قد استقر عند الناس حرمة الشراب المسكر وقد استقر عندهم أن يميزوا بين هذا وبين ذاك فعلم من هذا أن القرآن جاء بتحريم الخمر وبيانه خطرها وبين العلة في ذلك ثم جاءت السنة فتممت ذلك التشريع بأنواع من التشريعات وأنواع من التوضيح والبيان فتم بذلك دين الله تبارك وتعالى بفضل الله عز وجل كتابا وسنة فهنأت به الأمة بفضل الله عز وجل طالما كانت عاملة به وكلما ابتعدت الأمة عن شرع الله تبارك وتعالى كلما ابتلاها الله عز وجل بأنواع العقوبات بقدر مخالفتهم لشرع الله تبارك وتعالى وكلما وقعت بينهم العداوة والبغضاء وكلما بعدوا عن حب الله عز وجل لهم وحبهم له حيث أن هذه المعاصي تصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع بينهم العداوة والبغضاء فإذا أردنا أن نعود إلى دين الله تبارك وتعالى فعلينا أن نشكر الله عز وجل على هذا الدين الكامل الشامل الذي شرعه لنا وأن نعمل به وأن نأخذ ما أتنا الله عز وجل بقوة نسأل الله تبارك وتعالى أن نمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه وأقول قولي هذا أستكفر الله لك الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد إذا كان الله تبارك وتعالى قد أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وأيده بالمعجزات الظاهرة الباهرة التي أعظمها هو القرآن الذي جعله الله عز وجل حجة على العالمين في جميع الأزمنة بما فيه من بلاغة وفصاحة وبيان وهذه معجزة باقية على مدار الأزمان بخلاف المعجزات الحسية التي أوتي منها النبي صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفى ولكنها إنما تنقضي بانقضاء زمانها وبقي القرآن الآية التي لا تنقضي أبدا وهذه الآية آية من جوانب عديدة بعضها يتعلق بنظمه والإعجاز في نظمه وبلاغته وفصاحته وبعضها يتعلق بتشريعاته وهذا الأمر المتعلق بما يدعو إليه القرآن من عقيدة ومن عبادة ومن تشريع ومن معاملة هو أكثر ما يفهمه عمة الخلق على اختلاف ألسنتهم وعلى اختلاف ألوانهم فكان هذا هو من أعظم ما يبين صدق دين الله تبارك وتعالى في هذه الأزمنة لا سيما والله عز وجل يرشد العبادة مرة بعد مرة إلى أنواع من هذه القضايا التي تجبر جميع الخلق على الانتباه إليها إذا كان الباحثين المتخصصين هم الذين يوازنون بين التشريع الاقتصادي في الإسلام وفي غيره والتشريع الاجتماعي في الإسلام وفي غيره فإنه تأسي أنواع من الأزمات العالمية العامة التي تجبر الجميع إلى أن ينتبهوا فابتل الله عز وجل الخلق بأزمة اقتصادية عالمية انتزعت من الجميع اعترافا بأنه لو طبق النظام الاقتصادي الإسلامي لما وقعت وابتل الله عز وجل الخلق بأنواع الأوبئة العامة الصادرة عن المخلوقات النجسة التي حرمها الله تبارك وتعالى كالخنزير مما انتزع اعترافا من الجميع أنه لو التزم الجميع بشرع الله تبارك وتعالى لما حدث ذلك وقضية تحريم الخمر من أولى القضايا التي لفتت أنظر كثير من المفكرين بيد أنهم أغلقوا بابها عجزا بعدما عجزوا أن يحاكوا فيها تشريع القرآن فلما اتسعت البشرية وكلما اتسعت البشرية وازداد عدد الناس واتسعت حياتهم كلما ازدادت الحاجة إلى تشريع القرآن وهذا من جوانب العظمة في دين الله تبارك وتعالى إن حرمة الربى التي جاءت مغلظة في دين الله تبارك وتعالى ربما لو كان المجتمع مجتمعا صغيرا لما بدى الضرر فيه بهذه الدرجة ولذلك كان ربما البعض مع تعامل الربى الذي كان قائما على نطاق ضيق لا يرى فيه ذلك الخطر الشديد الذي جاء به دين الله تبارك وتعالى وجاء التحذير به وكذا الأمر في هذه المأكلات النجسة وكذا الأمر في هذه المشروبات المحرمة فإذا كان شارب الخمر قديما ربما هذا وربما سب جاره وربما خلع ثوبه كما ينسبون ذلك إلى أنبياء الله حشاهم من ذلك فإن شارب الخمر اليوم يقود سيارته ويخرج فيقتل أناسا في الطرقات حتى أن أهم سبب وفاة على رأس قائمة أسباب الوفاة في أوروبا وأمريكا وغيرها حوادث قيادة السيارات تحت تأسير المسكر وإذا كان الإنسان الذي يشرب الخمر قديما ربما قعد عن رعاية إبله أو عن تقليم زرعه أو ربما أفسد وهو يفعل ذلك شيء من الفساد فإن اليوم من يشرب الخمر ويقف أمام آلات تغلي مراجلها بآلاف الدراجات الحرارية أو تدور محركاتها بسرعة تلتهم كل من يقف أمامها فإن الخروج إلى العمل والحال هذه ربما أودت بحياة الإنسان وربما كان سببا في أن يدي بحياة غيره وهكذا فكلما اتسعت البشرية وكلما اتسعت الحياة على الأرض كلما ازدادت الحاجة إلى تشريع القرآن مما يعلم معه يقينا أنه من عند الله تبارك وتعالى وأنه التشريع الذي لم يكن أبدا من وضع رجل ينظر تحت أقدامه أو ينظر إلى سنوات أمامه من خمس سنوات أو عشر أو عشرين أو مئة وإلا لما وضع فيه كل هذا التحذير من أمور لم يتبين ضررها الضرر البالغ إلا في زماننا رأى في بداية عصر ثورة الصناعية ووجود الآلات والمحركات ووجود السيارات في الطرقات علم الجميع في الغرب أن الخمر من الخطورة بمكان وحاولوا أن يقتلعوها من الناس مرات تلوى مرات وسنوا القوانين وأنفقوا الملايين من الدولارات ولكنها في النهاية باءت بالفشل وذلك لأن هناك أمر آخر تشريع القرآن ليس تشريعا ملقى هكذا بمفرده بل هو جزء من منهج كامل فكما كان لابد من أن تمنع الخمر فمن الصعوبة بمكان أن تقتلعها من النفوس إلا بالقرآن وإلا بأن تربى النفوس على أن تحب الله تبارك وتعالى حتى يصل الحال بأصحابها إلى أن يكون وهو في قمة نشوته والكأس في يده أن يلقي الكأس وأمواله المخزنة على هيئة خمر معطقة طراق لا يمكن لهم أن يصلوا إلى هذه فإن انتبهوا إلى شيء من عظمة التشريع فأرادوا أن يحاكوه وقفت أمامهم عظمة التربية أنهم لا يحسنوها ولا يحسنوها أحد لا بد أن تكون من خلال كتاب الله تبارك وتعالى فإن النفوس النهم إلى شهواتها لا يمكن أن تمنعها من هذه الشهوات على شدتها إلا بإيمان باليوم الآخر وهم بين كافر به وبين من يرى أنه إنما يكون عذابا ونعيما معنويا لاحسية وإيمانهم به أقرب إلى التكذيب فكيف يمكن لنفس أن تترك شهواتها في الدنيا لصراب في حسهم وفي عقيدتهم وفي تصورهم دين الله تبارك وتعالى دين شامل كامل لا صلاح للإنسان في الآخرة إلا به لأنه لا تدخل الجنة إلا نفس طيبة ولا صلاح في الدنيا إلا به لأننا نرى بأعيننا كيف حال الذين أعرضوا عن شرع الله تبارك وتعالى أفراضا وجماعاتا وأمما وشعوبا هذا كله مما ينبغي أن يبين للخلق أجمعين لأن هذه أمانة نحملها على أعطاقنا ينبغي أن نؤديها كما أمننا الله عز وجل إياها وكما حملنا إياها أمانة ينبغي أن تؤدى في بيان دين الله تبارك وتعالى للخلق أجمعين نسأل الله تبارك وتعالى أن يرانا الحق حقا نزقنا اتباع اللهم أن الحق حقا نزقنا اتباع أنا الباطل باطل ونزقنا اجتنابا ولا شعلهم انتبسا علينا فنظل جعل اللهم المتقين إماما اللهم أنصر الإسلام وعز المسلمين أدم اليهود والصليبيين أعداء كأعداء الدين لما قتلهم بدذة وأحصهم عددة ولا تغادر منهم أحدا لما غفر لمونا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر